بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم إخواني نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وإن شاء الله بصحة جيدة حبيت ندير واحد التعليق واحد التوضيح يعني الحق تريد كثير من الرسائل كان أشخاص أزعجهم الأمر يردينا على بعض الأخبار المنتشرة بكم هائل بخصوص انتقالات في تعريض المحرز المفترضة يعني هناك الكثير من مناصرين سين ولا نسميها بيطة ولا أوميغا شخص ما في اليوتوب يقول لك وعلاش انتنتقدو وكذا وكذا وانتش كون وانت واش قدمت وإلى آخره والله حبيت ندير هذا الرد يعني مش شي يعني إنسان زعفان عادي عادي حنا الانتقادات هذه هو هذه الدنيا هذا هو المجتمع كان آراء مختلفة كان انتقادات كان يتمدح كل واحد كيفاش يعني يتعابل معها أنا حبي بك نردل على هذه المنتقية خاصة الذين يقولوا لا تاوش دخلك كيف لان شرك ذا من نامل هيك يقول لك هو على الأقل راه يقدم في الأخبار وراه يتعب حمقولي على هذه راه يتعب أو يتعب عليهم يعني صراحة والله غريب الأمر شيء غريب في 2021 أصبحت العقول عندها واحدة التفكير خارج إطار المنطق والله الغرباء يا غرباء يمدوخين يا مجانين مش نورمال يعني إنسان كي ينشر لك خبر غير صحيح وكي يكون ينشر في هذه الخبر يؤكد لك يعني بين قوسين يقول لك هاو لك المصدر وهي لك المصدر فيه المصداقية وهي لك جبت لك الفيديو بالصوت والصورات صحافة تهدر ومبعد كي صحافة تهدر ومبعد علش صحافة ما تخذش تكذب ينجم صحافي يخذف كشقانات يهدر يهدر وصي يعني أنت تجيب المصداقية وتع الصحافة تهدر وصي ما تجيب ليش فيديو ولا شريط يوري لك بللي زعمتك هذا الصحافة لو كان جب شريط يورينا بلي وكالات على يد محرز فوق طاولة ونجوش ونحنا قلنا نشكتو لمشاهدناش هذي انت تقول لها تجيب لي فيديو تهدر وخلاص وصي صفة إسبانية وفي آخر المعطاف يتبين أن الخبر لا صحة له يعني نقدر نعتبرها أنها كانت أكاذيب يعني يقول لك يودي هاك سمع وشوف المصدر في نالم يعني كانت أكاذيب يعني لم يقول لك أنت تكتب صحافيين لما يكذبوا يعني في آخر المعطاف لم يكن لا خبر صحيح يعني يوتيوبر ينشر هذه الأخبار ويأكد بطريقة غير مباشرة يقول لك هاو المصدر يصمعه وشوف إلى آخر يعني هنا في اعتقادي هذا يوتيوبر أو يخدم بكم باش يجيب المجاهدات وفقط باش يديه البعض يعني تحب تدفع الإشاءات وتحب تدفع على الباطل وتحب تدفع على الأمور هذا الشيء يعني إنها حرية شخصية وحنا نعلم كما رأنا ذلك جيدا وبما يخص كلمة يوتيوبر يتعب والله يقسيم بالدخل ضحك هل يتعب والله قالتني من ساكن هنا يا إخواني يخدموا في المصونري ويخدموا في الشنطيات والأبلومبر والله يربي معكم والله السحن تتعبوا تتعبوا يعني ضحكتني هذه الكلمة إنسان قال يذهب في الشنبرة مع الكمبيوتر يدخل جوجل يدخل الصفحات هاي ترجم منا يتخدم فيديوهات بالمشاهدة ويزياد على ذلك في يوتيوب على باكم بالله في هدراهم أنا من يش فهم التعب أنا ما بالنسبة لكم هذا تعب والله أنتم قراب حقر بغير تحير وتبقى حاير وبالنسبة لها دخلك وتشكو ومش دخل أخي أريكم فهمك واحد الحاجة كي يكون الأمر متعلق برياض محرز أو باللاعبين المنتخب الوطني الجزائري كي ما رانا نسألوا فيهم هما مننا وإحنا منهم يعني كيتكون إشاعات وكيتكون هدرا لا صحة لها من واجبنا التحقق من يعني من الأخبار والرد عليها والتوضيح وفقط أما إذا تكلموا في لاعبين أجانب ولميسي ورونالدو والله العظيم ما يهمنا ونشروا معهم وليحبوا ونتبعوا معهم والله يسأل على كل واحد ينشروا لا يعلقوا لا يديروا وشي يحبوا ربي يعاونه سحا نحكي لك على الجمال بالماضي ولاعبين منتخب الوطني الجزائري خط أحمر نحب الاستقرار وما نحبوش بل يراو نقوصي الوكيل تاو معك إدارة من نادي ما لنشرع روحك بس أنا بش جيب لي أخبار تحصحفة وتجيب لي صورة صوت الصوات تحصحفة التي تكذب وما نفعل بها على شاء وإنسان يجب يتقبل الانتقاط كما أنا ينتقدني كما ينجون ونقول بل يراك غلط تقبل الانتقاط وفقط هذا ما كان إخواني بارك الله فيكم الاستماع والسلام عليكم وحتى الله بركاته